السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهدين السلام عليكم المهم حسيتني بقناة العربية معي توزيعة Chakra Project طبعا بالنسبة للشباب اللي شافوا الفيديو اللي قابل تكلمت عنه بال Chakra Project وطرع لهم أخضر يستروا علي صار عندي مشكلة ما أدري بالترميز أو مجرى المهم التوزيعة مبريعا Arch Linux إذا كانت مبريعا على Arch Linux فراح تحصل على المميزات التالية السرعة والاستقرار وسرعة التحديثات أي برنامج ينزل محدد جديد تأكد أنه موجودة مستودعات Arch قبل أي توزيعة ثانية مثال بسيط الجيم 2.8 أعتقد أول توزيع نزل عليها بالمستودعات رسميا في توزيعة Arch أيضا بنفس الوقت التوزيع هذه المميزات نستخدم KDE لكن KDE Pure يعني ما فيها أي شيء متعلق بال GTK يعني KDE بس ما عدا أنهم حطوا لك شيء بندل هنا وهو خاص ببرامج الكي دي اي أو الجي تي كي المستخدمة كثير حسب اللي قريت بموقعهم أنهم حابين استخدمون الكي دي اي كواجهة رسمية لهم وبنفس الوقت ما حابين يضيفون أي شيء غير يعني الكيوتي والكي دي اي هذا يعني أنه لا تحصل أي انهيارات بالواجهة وفعلا أنا إلى الآن ما حصلت أي انهيار صار لي تقريبا يومين أو يوم ما أدري بالضبط يوم ونصف تقريبا استخدمة ما في عنده أي مشاكل معروف عن KDE أنه كريش ويطلع لك بوغ 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 لكن المرة ما بعشب شيء طبعا هذا يدل على أنا بناو التوزيع بشكل طيب خلونا نشوف خصائص التوزيع طبعا عندك البندل وهو أهم شيء موجود بالتوزيع طبعا اللي هي برامج أكثر استخدام ومحطوطة لك هنا تحملة بضغطة زر مثل ما انتم شايفين طبعا برامج كي تي كي اعتقد زي ما انتم شايفين أنا استخدم بلو فيش للتطوير واستخدم الفايل زل رف عمل الفات والفايل فوكس اكيد والجيم أيضا في برامج سعني كنت حملة من هنا طبعا في عندك إكس شات في عندك ثاندر بيت ما له أي قيمة زيان لأنه في موجود برامج بالمستودعات اسمه كيميل بصراحة افضله على هذا في عندك البجل في عندك الكمبوزر موجود وفي عندك اشياء كثيرة يعني ميزة طبعا موجود لك البرنامج بضغطة زر فقط تضغط بعد ما يخلص التحميل يتحصل على البرامج أيضا موجود لك عرض للحجم شي ثاني طبعا اذا حابت تعامل مع التوزيع هذي قبل ان اتكلمت عن البرنامج الباكمن على توزيعات الارتش وهو موجود الان الباكمن هنا طبعا بعد التحديث اللي انا سويت وانتقل اللي هو طبعا اذا حدثت التوزيعه راح ينتقل ملف مصادر البرامج اللي هو موقع جديد ما في اي مشكلة لكن البرنامج موجود مثل ما هو عشان استخدمه عندك طريقتين الولا اما تكتب سودو او تكتب اس يو وترتاح تدخل كلمة البرور بعدين تكتب باكمن حرف اس كابتل اذا حابت تركب برنامج اذا حابت تسوي تحديثات حرف اس كابتل واي واي الان راح يتأقتلك المخازن هل هو في جديد ولا لا اوكي اه اا 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 ا في نفس الوقت حينك اوци تسوي تحديث راح يقول لك انه موجود في حاجاتك هذا هو الحاجم طريقة تركيب البرامج باكمان برنامج واحد البرنامج أفر برنامج الأفر ميزته أنه يقدم لك بدلا أن تحمل تحميلات معندة طرفية من هنا مباشرة تكتب الأفر سيقدم لك واجهة رسومية لتحميل البرامج يعني يبحث عن البرامج الذي يتحمله ستحصله هنا بالواجهة الرسوم طبعا البرامج يحتاج أعتقد بعض الإعدادات يعني تفائع بعض المصادر إلى آخره تمام؟ لو حاولت أبحث عن شغلة معينة بالبرنامج لن أفترض QTA He called my desktop زيب أنتم مجايفين تمام؟ الشرح طبعا ما راح أقدر في حقه هنا نفس الوقت التوزيع ناقص بعض الإشياء كواجهة لذلك سأعطيكم فكرة معينة بعض الأشياء التي تستخدمها للتوزيع بالنسبة لي أنا ناقصا للواجهة زر عارض سطح المكتب طبعا ما يجي مع الواجهة فتراضيا لكن إذا حابين تحملونه ما في مشكلة نحمله عن طريق الآخر بلازما اللي عليك تشوي بس كتب بلازما سأطلع لك أي شيء له علاقة بالبلازما بالنسبة لي أنا بديسك توب حملته طبعا هذا هو شو ديسك توب تحمله عن طريق الضغط هنا بعد ما تحمله راح أتحصله بال آد وجيتس من هنا عرفوا أنا مش ما أسكح على الإغلاق ليش؟ آد وجيتس طبعا شو آد وجيتس مهمة جدا بالنسبة لي ممكن معظوكم ما ما يهتم بالموضوع استخدمه افتراضيا تحت هنا شريط مختلف عن الشريط اللي بالعادي يجي مع الكي دي اي لو فتحنا الحين برنامج طبعا مثل ما توجي فيين فرماد فاكتوري هذا يدل على الوين يشتغل محبين الوين شغال الوين اختبارته يشتغل خلونا نفتح مثلا مدير الشبكة أو مكسر مثلا لاحظ شوان يطبع لك من هنا طبعا هذه الأبلت اسمه ايكون اولي تاسك منجر مثل ما انتم شايفين افتراضيا هذا شكله زي ما انتم شايفين هنا لكن عن نفسي انا احب استخدمه ملونة علشان يعني تعطي شوية طابع حلو اذا كنت شخص مثلي ما يحب الظلام بالتوزيعة فتخصيص التوزيعة برضو سهل اتكلمت قابلة عن تخصيص التوزيعة الكي دي اي او واجهة الكي دي اي راح تحصلون بالرابط تحت بالوصف تمام عن طريقة التحكم بالكي دي اي كاملة لكن انا اريد اصغيركم الثيم طبعا الي حاب يعرف طريقة الكي بورد واللغات وغيره موجود الرابط تحت عن طريقة التحكم بالكي دي اي ووك سبييش كروزر هلو في عندكم الثيمات كثيرة من ضمن الثيم هذا ممكن تستخدمه اذا حاب نستخدم سط مكتب ناصع البيض الى هنا انتهيت طبعا نقطة مهمة بالاخير التوزيع مثل ما هم وصفوا انه سهلة لانه عين المستخدمين لانه اللي ما يفهم مش السالفة لانه اللي حاب يلعب لانه سهلة تخصيص جدا جدا فهذا نقطة مهمة بالتوزيع بتجي معها نواة 3.2 افتراضيا ايضا يجي معها نواة ثلاثة اختياري اه مهم برضو تحط ببالك شغلة مهمة اذا كنت تابع للغة العربية وانت تحمل التوزيع ستصل الى نقطة اختيار المدينة او اختيار المنطقة اذا اخترت المنطقة اذا كنتت بمصر او بالسعودية او الى اخره افتراضيا راح يختار لك الترميز العربي ويشتغل معك التوزيع العربية بدون اي تعب شكرا متابعتكم لايك وسبسكرايب تدعما مع السلامة